من إمارة صغيرة على حدود العالم الإسلامي لوحدة من أكبر الإمبراطوريات الإسلامية في التاريخ وآخر دول الخلافة الإسلامية استمرت لمدة 600 سنة ولما سقطت نشأ مكانها 42 دولة لو حابب أنك تدعم القناة عن طريق موقع باتريون هتلاقي الرابط تحت الفيديو في التعليقات وما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة بدأت القصة بحلم شاف في عثمان بن أرتغرل هلال بيدخل في قلبه بعد كده خرجت من سرته شجرة ابتدت تجبر وتجبر لحد ما غطت كل الأراضي اللي تحتها وكان تفسير الحلم ده أن زرية عثمان هتحكم أراضي كتير وهتكون سبب في دخول بلاد كتير في الإسلام كان عثمان بن أرتغرل حفيد واحدة من قبائل الأتراك الرحل اللي بتسكن في وسط أسيا مع غزو المغول للعالم الإسلامي سنة 1221 ميلاديا واحتلالهم لمنطقة أسيا الوسطى قرر زعيم قبيلة قاي واللي بينتمي لها عثمان بن أرتغرل أنه يهاجر بالقبيلة بعيد عن سيطرة المغول واستقرت القبيلة في منطقة غرب الأنادول في الوقت ده كان الأنادول تحت حكم دولة سلاجقة الروم ونتيجة لدعم أرتغرل بيك زعيم قبيلة قاي للدولة السلجوقية منحوا السلطان السلجوقي مدينة اسمها سغط في غرب الأنادول عشان يستقر فيها هو وقبيلته وتولى من بعده ابنه عثمان بيك أو عثمان الأول زعيمة القبيلة وحكم إمارة سغط ودي كانت بداية تأسيس الدولة العثمانية سنة 1299 ميلاديا واللي تسمت على اسم عثمان بن أرتغرل المعروف باسم عثمان الأول لكن دولة سلاجقة الروم في الأنادول انهارت وقامت مكانها عدة إمارات تركية مستقلة واللي كانت منهم الإمارة العثمانية رفض عثمان بن أرتغرل الدخول في أي حروب مع الإمارات التركية المسلمة في الأنادول وركز كل جهوده في الجهاد ضد الدولة البيزنطية واستطاع انه يفتح مدينة بورسا وتولى الحكم من بعده عثمان بن أرتغرل ابنه أرخان واللي قرر انه ينقل عاصمة الدولة العثمانية إلى مدينة بورسا وأنشأ أول جيش نظامي للدولة العثمانية واللي هي قوات الانكشارية واللي كانت متكونة من أبناء الأوروبيين والأطفال المشردين وأسرى المعارك والحروب وفي سنة 1357 ميلاديا تحصل حرب أهلية في الإمبراطورية البيزنطية استغل العثمانيين بقيادة أرخان الفرصة دي وعبروا مضيق الدردانيل لأول مرة إلى أوروبا وحققوا أول انتصار عثماني في الأراضي الأوروبية وسيطروا على شبه جزيرة جاليبولي بعد كده تولى الحكم السلطان مراد الأول وهو أول واحد من آل عثمان يلقب بالسلطان واللي بدأ حكمه بضم مدينة أنقرة في الأندول وقدر أنه يفتح في أوروبا إقليم مقدونيا ومدينة أديرنا وفرض الجزية على البيزنطيين والسرب والبلغار ونقل عاصمة الدولة العثمانية من بورسا في الأندول إلى أديرنا في أوروبا وكده أصبح البيزنطيين في قلب عاصمتهم القسطنطينية محاطين بالدولة العثمانية من كل ناحية والأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية يحاصر السلطان مراد الأول القسطنطينية لكنه يفشل في اقتحامها وفي سنة 1389 ميلاديا يقرر الأوروبيين أن هم يعدوا حملة صليبية جديدة لطرد العثمانيين من أوروبا وتحصل بينهم معركة كوسوفو واللي انتصر فيها المسلمين لكن تم قتل السلطان مراد الأول على إيد أحد الأسرة الصليبيين ويتولى الحكم سلطان جديد وهو السلطان بيزيد الأول الملقب بالصاعقة أو يالدرين بيزيد وده لسرعة تحركه بالجنود في المعارك واللي قدر أنه يوسع حدود الدولة العثمانية في الأندول على حساب الإمارات التركية وحاصر القسطنطينية مرتين المرة الأولى سنة 1391 ميلاديا لكن الحصار فشل وانتهى بقبول الإمبراطور البيزنطي لشروط السلطان بيزيد والمرة الثانية كانت سنة 1402 ميلاديا لكنه اضطر برضو أن يفك الحصار لأن الدولة العثمانية كانت مهددة من ناحية الشرق بالمغول تحت قيادة تايمور لانك أو تايمور الأعرج فاضطر السلطان بيزيد أن يفك الحصار عن القسطنطينية ويتحرك بالجيش العثماني لمدينة أنقرة لمواجهة تايمور لانك وهناك حصلت معركة ضخمة بينه وبين جيش تايمور لانك لكن للأسف يتهزم الجيش العثماني ويتم أسر السلطان بيزيد وأخذه لعاصمة تايمور لانك في سمرقنج وكان ده أول وآخر سلطان عثماني يتم أسره في معركة وبعد الهزيمة الكارثية في معركة أنقرة تتقسم الدولة العثمانية بين أولاد السلطان بيزيد وكل واحد منهم أخذ جزء من الدولة محمد جلبي في شرق الأناضول وعيسى جلبي في غرب الأناضول وسليمان جلبي ومن بعده موسى جلبي في الجزء الأوروبي من الدولة العثمانية وتحصل بينهم حرب أهلية استمرت لمدة 11 سنة من 1402 لحد 1413 ميلادية سميت في التاريخ العثماني باسم عهد الفترة واللي انتهت بانتصار السلطان محمد جلبي واللي سمي بالسلطان محمد الأول وقدر انه يوحد الدولة العثمانية مرة تانية تحت قيادة سلطان واحد ومن بعده يتولى لحكم ابنه السلطان مراد التاني سنة 1421 واللي قرر سنة 1422 انه يحاصر القسطنطينية ردا على تدخلاتها في الصراعات الداخلية اللي حصلت في الدولة العثمانية الا انه بعد أربع شهور من الحصار طر السلطان مراد التاني انه يفك الحصار عنها بسبب قيام تمرد في الأناضول ولان أوروبا أحست بالخطر من الدولة العثمانية فحاول الأوروبيين إعادة الروح الصليبية مرة تانية واشتبكوا مع الدولة العثمانية في معركة فرنا واللي انتهت بانتصار العثمانيين على الصليبيين وفي سنة 1451 ميلاديا يتولى عرش الدولة العثمانية السلطان محمد التاني المعروف بمحمد الفاتح واللي نجح سنة 1453 ميلاديا في فتح القسطنطينية وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن فتح القسطنطينية هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق بعدما السلطان محمد الفاتح سيطر على القسطنطينية نقل عاصمة الدولة العثمانية لها وقدر السلطان محمد الفاتح انه يتوسع في شرق أوروبا وفتح البوسنة وألبانيا وسيطر على الأنادول وأخضع إمارة القرم في جنوب روسيا وبعد محمد الفاتح جي السلطان بيزيد التاني سنة 1481 ميلاديا واللي قدر انه يفرد السيطرة العثمانية على ممالك الأفلاق والبغدان واللي هم رومانيا وملدوفيا دلوقتي وأصبحوا إماراتين تابعين للدولة العثمانية وبعد صراع على العرش اتولى من بعده السلطان سليم الأول حكم الدولة العثمانية واللي قدر انه يوقف نشر المذهب الشيعي في الأنادول بعد انتصاره على الدولة الصفوية بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي في معركة جلديران واللي كنا تكلمنا عنها في فيديو قبل كده هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق وقرر السلطان سليم الأول انه يسيطر على المشرق والمراكز الكبرى في العالم الإسلامي في الشام ومصر والحجاز بعد الانتصار على المماليك في معركة مرج دابك ومعركة الريدانية واللي كنا تكلمنا عنها في فيديو قبل كده هتلاقيه في علامة الآي اللي فوق ونقل منصب الخلافة الإسلامية من بنو العباس في القاهرة لقال عثمان وأصبح السلطان سليم الأول أول خليفة عثماني لكن فترة حكم السلطان سليم الأول كانت قليلة وتولى من بعده حكم الدولة العثمانية السلطان سليمان القانون سنة 1520 وتعتبر فترة حكمه اللي استمرت 46 سنة أطول فترة حكم السلطان عثماني منذ تأسيس الدولة العثمانية لحد سقطها وقدرت الدولة العثمانية في عهده إنها تسيطر على سربيا والماجر ورودوس والعراق وليبيا والجزائر اتأكد إن انت عملت اشتراك في القناة وفعلت الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك والشير وقل لنا رأيك في التعليقات شكرا اشتركوا في القناة